هي صورة تجسد واقع المرأة الفلسطينية ودولها في المجتمع في ظل التحديات المجتمعية التي تواجهها بشكل يومي صور حقيقية تعرض ضمن فعاليات قسم الأنشطة الثقافية والفنية في مكتب النشطات الجامعية في بيرزيت تحت عنوان صورة وحرية هذا المعرض بيجي ضمن سلسلة فعاليات بتقيمها عمد شون الطلبي بتحدث المعرض أو زي ما شفته الصور الموجودة فيه بتعبر عن الحياة الصعبة اللي بيعشوها الشباب والشابات في مخيم جنين هدف من التصوير من هذا النوع دايما فيه شي اسمه الستوري مع القصة يعني فيه كل صورة فيه وراها قصة كيف انت تصنع من صورة فعلا قصة وهذه القصة تكون بتعبر عن الأشياء اللي انت بتعيشها الواقع اللي انت بتعيشه دايما الصور هي إيقاف لحظة من الزمن عشان احنا يعني نتأمل في هاي اللحظة ونتأمل في هاي الحال اللي احنا منعيشها معرض صورة وحرية هو تجميع لإنتاج خريجي دورات التصوير الفوتوغرافي في قسم الوسائط المتعددة في مسرح الحرية الذي يهدف إلى تعزيز الهوية الثقافية الفلسطينية هذا المعرض بعكس صورة وعن واقع وبعالج في قضية مهمة اللي هي قضية دور المرأة كيف في المجتمع عماله نوعا ما بينظر للمرأة وجودها فقط لازم يكون في البيت على الرغم من الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة الفلسطينية في المجتمع إلا أن هذا المعرض يؤكد أن المسيرة ما زال تحتاج إلى المسير لإتمام دورها وإحقاق حقوقها